وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور أستاذ أحمد بعد التحية عمليات التنمية في سيناء متنوعة هناك تنمية زراعية وصناعية وغيرها من المجالات ألا ترى في ذلك أدى لتعزيز الكتلة السكنية وجذب ملايين السكان لسيناء بالتأكيد طبعا يعني سيناء أولوية أولى في أجندة رئيسة عفتاح السيستم ونزوان تولى وأكد على ذلك أكثر من المناسبة بل في كل المناسبات أن سيناء شهدت عقود من التجاهل أو الحرمان من التنمية تتجد ظروف مختلفة وبالتالي حان الوقت أن تعود لها التنمية التنمية هي أهم شيء لتحقيق الأمن القومي لمصر في سيناء التنمية معناها أنك تجعل سيناء فعلاً وجدء من البعث الاسفتاد الجديد لمصر سيناء تمثل ثلث مساحة مصر وبالتالي إنساحة ضخمة إذا أنت قدرت تستثمرها بشكل جيد هتقدر تضيف للماتج القوم الإجمالي المطري إثنين إنه أهالي سيناء كمان يستحق التنمية وده اللي أكل عليه الرئيس السيسي وبيأكل عليه دائماً إنه أهالي سيناء يستحقوا بالفعل أن تقف بجانبهم الدولة وأن تساندهم وأن توفر له كل عامل التنمية الزراعية والصناعية والبنية الأساسية والاستثمارية والسياحية وده اللي حصل على مدى السنوات الماضية إنه أهالي سيناء فيها مصانع فيها مصانع للرخام فيها مصانع للأثمن فيها جامعات لأول مرة ينشأ هذا العدد من الجامعات البنية الأساسية تنفق أكثر من 700 مليار جنيه على تنمية سيناء وتحقيق البنية الأساسية لتجعلها منطقة جاذبة ده ما جاش مفرار أن ما جاء نتيجة خناعة لدى الكيادة السياسية ولدى الدولة المصطية بإن سيناء تستحق هذا الإنفاق وهذا الاهتمام لأنها بالفعل منطقة سرية وجزء من سروات مصر الغالية وأهلها على مدى عقودة عانوا كثيرا سواء من حرب الحروب التي خرطها مصر وكلها كانت على عرض السيناء أو الإرهاب وفي كل الأحوال أثبت أهل سيناء أنهم وطنيون وأنهم جزء من النتيجة المصر الحقيقي اللي بيدفع على أرضهم وقفوا بجانب الدولة ثمدوا الدولة وبالتالي جاء الدور كما قال الرئيس جاء الدور على الدولة أن ترد هذا الجميل لأبناء سيناء وأنها تسندهم بتحقيق تنمية تعود عليهم بفرص عمل تعود عليهم بتحسين مستوى المحيش برأيك أستاذ أحمد الدور الذي يقوم به أهالي سيناء في مواجهة الإرهاب من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا المشاركة في عمليات التنمية الواسعة التي تنتشر في كل شبر من أرض سيناء الغالية خلينا أقول لحضرتك أن مهما تحدثنا عن دور أهالي سيناء في مساند في الجيش المصر والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب فلن نوصي أهل سيناء الوطنين حقهم لأنه بالفعل بذل ومجرد كبير جدا سند الجيش وواقفوا واضحة وواقفة ووطنية حقصية زي ما الجيش طبعا أخواتنا وأبنائنا من أبناء أخوات المسلحة والشرطة المصرية يعني يضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق الأمن والقضاء على المنطقة السيناء أيضا أبناء سيناء قدموا شهداء في سبيل تحقيق الأمن في المنطقة السيناء وبالتالي الدور الكبير والعظيم الذي قدمه والذي قام به أبناء سيناء سواء شبابها وقبائلها لا دور كبير جدا ودور لا يمكن أن ينسى بالبالعك يجب أن يسجل في التاريخ بحروف من نور للقبائل السينوية ولأبناء سيناء لأنه بالفعل قدموا نموذج لمعنى كلمة أنك تدافع عن بلدك وأنك تساند جيشك وتساند مؤسسات دولتك وتساندها في مواجهة إرهاب ممول دولية إرهاب حدث الأكاسي والقراب والضمار واعتبار وتحويل منطقة سيناء إلى منطقة العنط وليس منطقة مستقرة يعني سيناء رفضوا كل هذا تماما وحتى لم يستسلموا للتهديدات التي وصلتهم في البداية من الترانزينات الإرهابية بالعكد تصدوا بكل جسارة وبكل قوة وأعلنوا أنهم بجانب جيشك في التنمية لما بدأت لما أكمل الحمد لله القضاء على الإرهاب وبدأنا عملية التنمية لا أهالي تنمية لهم كبير جدا أولا أولوياتهم شاركوا الدولة وشاركوا منطقة الدولة في تحديد الأولويات وده كانت كمان كان اعتراف من الدولة بأهمية الاستناع إلى أهالي تنمية نتذكر جميعا أن رئيس عبد الفتاح حسيني لما أكد عندما كان لبشر معدات اللي رايح حالسين عشان نتعملها قال أنه لابد أن يكون للشركات الثنوية وشركات أبناء ثناء والأبناء ثناء الدور الأول والاهتمام الأول فيما يتعلق بالشركات اللي هتشتغل في التنمية لأنه هم أولا هي عملية متكاملة يلعب فيها أهل سيناء دورا كبيرا في التنمية داخل سيناء الحبيبة أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أيوب الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة المصور